اختتم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية أحد أهم المهرجانات السينمائية في القارة السمراء فعليات دورته الثلاثة عشر بحضور نخبة من النجوم والمبدعين من مصر وأفريقيا والعالم وشهدت الدورة التي تحمل اسم المخرق خيري بشارة عرض أكثر من مئة فيلم في مختلف المسابقات والأقسام وتنوعت بين الروائي والوسائقي والقصير والرسوم المتحركة في إطار القوة الناعمة لمصر خاصة في القارة السمراء يأتي مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والذي يستضيف سنويا نخبة من نجوم الإبداع من مصر وأفريقيا والعالم المخرق خيري بشارة كان صاحب الدورة الثالثة عشر من المهرجان والتي أزلت أستارها بعد عرض أكثر من مئة فيلم تنوعت بين الروائي والوثائقي والقصير والرسوم المتحركة واقتنس الفيلم السوداني وداعا جوليا من إخراج محمد كردفاني جائزة أفضل فيلم كما شاهد حفل الختام تكريم شخصيات فنية أثرت في السينما الأفريقية والعربية من بينهم الفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان والفنان تيسير فاهمي والفنان لطفي لبيب والفنان أحمد عبد العزيز وغيرهم كثير شاهدنا هذه الأفلام الرائعة والجميلة جدا لأننا كنا نجهل حقيقة العادات والتقاليد لإخواننا وأشقائنا الأفارقة لم نراهم ونشاهدهم إلا من خلال الأفلام السينماية ومن خلال المهرجان دورة لدورة فيه تقدم لأن من يوم ليوم فيه حاجات جديدة بتطلع وأفكار جديدة بتطلع وتضمن الشعوب الأفريقية حاجة عظيمة جدا تنوع الثقافات تبادل لغات أفكار كل حد عنده الثقافات بتاعته بلد عنده وكون أنه يتعامل في الأقصر هو لازم يتعامل في الأقصر لأن قلب أفريقيا لازم يتعامل في الأقصر مهرجان الأقصر للسينما الأفريقي مهرجان كبير جدا ونحن سعيدين بأننا نشاركنا فيه وليس الفوز فقط للموضوع ما فوز أو غيره كل من يشارك أو يشاهد في مهرجان الأقصر هو فائز بشكل أو آخر لأنه دي القوة نعمل نحن عايزين نحرك بها أفريقي نحو الأمام يعني فلسطين والسودان الباكيتان لم تغيب عن منصة مهرجان الأقصر الذي أكد القائمون على تنظيمه عن تضامنهم مع أبناء الشعبين في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشونها وجاءت رسالة التضامن قوية من أرض الأقصر بأن السينما لا تزال وسيلة للتواصل والتعبير بل والتغيير ترجمة نانسي قنقر